مرحباً أخرى أخرى نضح في القرآن سأضعوا الوقت سأضعوا العود سأضعوا سأضعوا مقاطع سأضعوا مقاطع سأضعوا سأضعوا يليل يا عين على كحل العينين يشوف شعبه وعبه وينسبه للمغارب اللي فيك فيك ويبقى فيك الله يبلك ويزلك ويعني عينيك اللي فيك فيك ترميها علينا وعيوبك 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 فاشل فاشل ماشي صعيب بالте تعاييرنا بللي فيك تعاييرنا باللي فيك علي بالنع الله يبليك Barbarb Deviq وولّ بيك طعام بللي فيك وتخينا ساكتين زادت مسارة وإذهب بالنع وتعاييرنا بالنعارة هنا سكرتين زادتك تسارة لي تعايرنا بالدارة و هي فيك تبقى فيك و لي فيك فيك و لي فيك فيك و لي فيك فيك و يبقى فيك وهذا الشي ما رف و لي فيك بإمكاننا بعض المواد و ليس جاءتين عن ما يخبرونه و ليس كذلك و ليس كذلك و لديهم كذلك و ليس كذلك و يجب أن تجمع الجميل تجمع كذلك تجمع كذلك في المتقف غير المتقف في المؤمن غير المؤمن في المسلم غير المسلم إن في المسلح فرس Cher接م أكبر أرباح أن يتحدثت المستكدما ما يمكننا أن نهarus Moment من المسلحين نفسه وتستميعي أن تسهين العبيد فتاتبائها نحن 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 نعن نحن 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 ب lamarco تمت معافي خفض الشعب يريد رحيل العاهرة هذا هو شعار المرفوع في مدخل مدينة تيشي الساحلية قبل أيام انتفض العشرات من الشباب وأقدموا على تحطيم واجهات عدد من الفنادق والملاهي الليلي متهمين أصحابها بالطرويج للدعار محند حداد أحد شباب مدينة تيشي الذين قرروا محاربة أقدم مهنة في التاريخ الأكثر متضرنت بهذا النساء بلدية تيشي اللي ما عندهاش الحق تمشي في الطريق السلطات المحلية تعترف أيضا بأن الظاهرة أصبحت مقلقة وأن مطالب السكان تبقى مشروعة للأسف قبل أيام تم تنظيم مسيرة وتجمع ولكن الأمور انحرفت وتحولت إلى صدامات حيث أقدم مواطنون على تحطيم واجهات الفنادق ورشقها بالحجارة الهدوء عاد إلى المدينة وحسب ما قل لنا فإن بائعات الهوى غادرنا المدينة سكانتنا معظم هم سكانات ثانوية الملكتها هم ناس يجي وغير يقصد أغير في سنة في العطسيبية في باقي السنة تولي هذه أوكار للدعارة عن طريق الوكالات العقارية مسؤولوا الوكالات العقارية المتهمة رفضوا الحديث إلينا أحد الذين وفقوا على الكلام حمل المسؤولية لأشخاص يمارسون هذه المهنة دون ترخيص المشكلة هو ليس فقط في الوكالات العقارية هناك بعض الأشخاص مم في الفنادق الفنادق اللي رغم يخدموا طريقة غير شرعية مثل الملاهي الليلية وغير ذلك من طرقها أغلبية أصحاب الفنادق التي استهدفها الشباب الغاضر رفضوا الحديث أمام الكاميرا باستثناء حسين علواج لماذا جاءوا للاعتداء عليه؟ لماذا أرادوا حرق وتدمير ممتلكاتي؟ ما تدافعوا؟ باسم من ولماذا سمح هؤلاء المسؤولين بذلك؟ هناك معنون في البلد ولو كنت قد ارتكبت تجاوزات فليطبق عليها معنون من الصعب تحدث المسؤوليات في مثل هذه القضايا فكل طرف يرمي بالكرة في ملعب الطرف الآخر والأكيد في الأمر أن ما سميه من دفاظة الشرف في مدينة تيشي لا تزار في بدايتها وهي مرشحة لأن تعرف تطورات أخرى قرأوا من مدينة تكون تقفوا من الدفاظة مرشحة لأنها تسجل؟ انظروا لكواد صحيحة لأن تخفوا من دفاظة الشرف لأنها تقفوا من دفاظة الشرف تنمي بدايتها يريد إسقاط الضعارة ورحيل الضعارات أنا كي زفتولي هنا يا شوف يا بنت الناس أنا بريعي كي زفتولي في الواتسط الضعارة عندهم يقولوا كي نافر المروق الشعب يريد رحيل العاهرة هذا هو الشعار المرفوع في مدخل مدينة تيش الساحلية أصعب كي تفغي وتعير هنا شوفوا حال بتكمبيا انظروا على الناس في المرور وكاتبين هذا آلط التوغيس سيكسيا هذا هو الشعار المرفوع في مدخل مدينة تيش الساحلية قبل أيام انتفض العشرات من الشباب وأقدموا على تحطين واجهات عدد من الفنادق والملاح الليلي هم بخاتبين هنا في خطين وغطين في خطين وفي اثمان لهذا كل شيء يستخدموا على الطريق إنها تحطين في هذه قطعة لأن الناس أن تتشترون ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قبل 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 نانسي قبل ترجمة نانسي قبل نانسي قبل نانسي قبل نانسي قبل نانسي قبل نانسي قبل نانسي قبل